اللي جابكم لهذا المكان هو سيرتكم في التنفيذ عملكم لم يتم ترشيح هذه الشركات لا بتوصية ولا بتدخل من سين أوصات وهذه الحكومة رفعة شعار ماكو شيء اسمه مشروع يحال ويتلكع أبدا إن شاء الله لأنه عادين العدة مشروع مدروس وتم اختيارها بالطريقة الصحيحة شركة وتم اختيارها أيضا وفق معايير تقصيصات مالية موجودة جهات معنية للمتابعة أيضا موجودة اليوم موجود السيد قائد عمليات شنو معنى وجوده هنا ارتقنا تواجد السيد قائد عمليات اللي راح يشكل فرق ميدانية تتواجد مع الشركة من الجهات الأمنية يعني وكأنه شوان دارت المهندس المقيم أكو تشكيل موجود في الموقع يتواجد وأيضا هذا التشكيل يقوم بجهد اجتماعي في المنطقة لأنه تنفيذ المشروع لايق على عاتق الشركة فقط وإنما الجهة رب العمل المؤسسات الأمنية والمؤسسات أو الفعاليات المجتمعية حكم طبيعة الظروف اللي هنا عارف بها وإحنا دارسين الواقع دراسة مستفيضة فنريد انهيئ متطلبات النجاح وإلا صارت إحالة ونعوفها وننتظر في ستة شهر وين الموقف يجينا المخطط المنفذ ما ندري الشركة شون الظروف اللي يتواجهها لا إحنا داخلين بهذه التفاصيل نريد نوقف وين الشركة أول بأول الجانب الأمني يتم ضمانه وتوفيره للشركات ويشتغلون بحرية ما ريد الشركات تتعرض إلى أبزاز أو إلى تدخل عناصر أو جهات أبدا وعندنا الإمكانية أن ننفذ تجاه أي جهة أي إن كانت تدخل على هذا الخط هذا مشروع خدمي راح نستعين بالأهالي والمنطقة اللي هم دائماً يتحدثون ويتذمرون بسبب سوء الخدمات وين الدولة وين مؤسساتها حس الدولة إجت ورزدت هذه الأموال واختالينا شركات جادة فكونوا يوقفون معنا ويتحملون مسؤوليته هذا دور المجتمع وهذا طبعاً يفرض علينا أنه نهي أهم التخصيصات المالية هذا اللي صار في وزارة البلديات وبعض المحافظات يعني ما راح نوقف حتى هم تقولون أنها خاف أطلق عمل وما أقدر ألحق على وضع المالي لا هذه ماكوه لا تقلقون معتها